البرهان في إعجاز القرآن حركة الأرض حول نفسها تشير آيات عدة بعبارات دقيقة إلى حركة الأرض المستمرة في دورانها حول نفسها ويأتي القرآن بعبارات علمية محددة المعنى دقيقة المدلول كالآتي من سلخ النهار من الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فالسلخ هو إزالة غشاء من على سطح بفعل حركة تدريجية الحركة هنا هي حركة الأرض والغشاء السماوي المنير الذي ينسلخ بإدبار النهار وإقبال الليل هو الغلاف الهوائي للأرض في الجزء الذي كان موجها للشمس فهذا الغلاف الجوي يتلقى ضوء الشمس فيشتته بفعل ما يحمله من جزئات وآيونات غزية فينتشر في أنحائه وتضيء السماء ويعم الأرض ضياء طوال النهار حتى تدور بعيدا عن مواجهة الشمس وهكذا دواليك ضياء ثم انسلاخ ثم ضياء ثم انسلاخ أي أن الأصل في الكون كما بيانته رحلات الفضاء هو الظلام أما نوره فأمر عارض بفعل الغلاف الجوي وقدرته على نشر ضوء الشمس ثانيا من إلاق الليل في النهار وإلاق النهار في الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور تولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وهذا تعبير آخر غاية في الدقة عن حركة الجزء المظلم من الغلاف الجوي روايدا داخل الجزء المنير إلاج الليل في النهار مع إقبال الليل ويقابلها العكس بالعكس إلاج النهار في الليل في الجزء المقابل من الكرة الأرضية مع طلوع النهار وقد فسر البعض تبادل إلاج الليل والنهار بأنه إشارة إلى تبادل طول وقسر ساعاتهما بين الصيف والشتاء وحسب خطوط العرض وهو تفسير بعيد بعض الشيء عن الدلالة المباشرة للنص ثالثا من غشيان الليل النهار وشبيه بذلك أيضا وصف الليل بأنه يغشى النهار إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين بينما الأقرب إلى تصور العامة أن ضوء النهاري هو الذي يغشى الأرض عند ظهور الشمس كما تشير هذه الآية إلى سرعة الحركة حثيثا وهو ما لن ندركه بحواسنا إذا راقبنا تتابع الليل والنهار بينما تدور الأرض حقيقة حول نفسها بسرعة حوالي 1670 كم في الساعة رابعا من عبارة التكوير خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار فتشير هذه الآية إلى كروية الأرض ودورانها حول نفسها خامسا من حركة الليل والنهار في الفلك وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الفلك المسار مسار الشمس معروف سواء مسارها النسبي بحركة الأرض أو مسارها الفعلي في مجراتها ومسار القمر معروف كذلك في دورانها حول الأرض فما هو مسار الليل والنهار في هذه الآية مسار الليل والنهار ما هو إلا حركة الأرض المنشئة لتتابع الليل والنهار ويؤكد ذلك أن الفعل يسبحون جاء بزيغة الجمع وليس بزيغة المثنة للشمس والقمر فحسب سادسا من تجلية الشمس قال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها يتبذر العامة أن الأرض ساكنة تشرق عليها الشمس كل صواح فتجلى كل شيء أي أن الشمس هي التي تجلي وتظهر كل شيء في النهار ولكن الآية الكريمة تقول قولا آخر صريحا يتفق مع ما يعرفه العلماء أن النهار الناجم عن حركة الأرض هو الذي يظهر الشمس ويجليها للنظرين كما تعود الآية لتؤكد ما أشرنا إليه في الفقرة السابقة عن غشيان الليل للشمس أي حجبها نتيجة حركة خارجة عنها وفي نفس المعنى أيضا قال تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومثلها في سورة الإسراء واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتو فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا النهار مبصرا أي أن من على وجه الأرض المواجه للشمس نهارا يبصر الشمس حتى يدور بعيدا عنها بالمعنى الحقيقي وليس كما ذهب بعض القدماء كناية عن إبصار الناس الأشياء سابعا من الدحو والأرض بعد ذلك دحاها فالدحو لغة هو القذف من المقر مع المد والبسط والتوسيع في السطح لابد أن ذلك قد حدث للأرض بصورة ما مع بداية انفصالها عن الشمس وانطلاقها لتدور كالدحية حول نفسها وقد أصبح شكلها بيضاويا بعض الشيء لتظل مجدودة في دورانها حول ذلك الجرم الضخم الشمس التي تقدر حجمها بمائة وتسعة مرات حجم الأرض لتظل مجدودة في دورانها حول ذلك الجرم الضخم دورتها الثانوية كما تدور حول نفسها مرة كل يوم وليل ثامنا من حركة الجبال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ذلك أن الأرض التي نحسبها ساكنة تتحرك بما تحمله من جبال وأثقال بسرعة ألف وستمائة وسبعين كيلو مترا في الساعة حول نفسها وثلاثة وخمسين ألف وستمائة واربعة وعشرين كيلو مترا في الساعة حول الشمس وقد انصرف ذهن الأقدمين في فهم هذه الآية إلى حركة مستقلة للجبال يوم القيامة حيث وقعت هذه الآية الثامنة والثمانين ضمن الآيات الثانية والثمانين إلى التسعين من سورة النمل التي تكرر فيها ذكر القيامة ولكن التعبير الصريح في هذه الآية يتحدث عن الإتقان في خلق وحركة الأرض وليس عما يعتريها من خراب وأهوال يوم القيامة ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الآية السادسة والثمانين التي تتحدث عن نعمة خلق الليل والنهار ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون جاءت في سياق آيات القيامة أيضا تذكيرا للناس بنعم الله وفضله في الدنيا وحسابهم عليها في الآخرة وتكرر الانتقال بين مشاهد الآخرة وآيات الخلق أمر مألوف في البيان القرآني لربط الإيمان بالمشاهد المحسوس مع أنباء الغيب البعيد تاسعا من تعبير المشارق وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون فالمشارق بصيغة الجمع تعبر عن اختلاف وتوالي المشارق على امتداد الكرة الأرضية نتيجة لدورانها ولو كانت الأرض ثابتة لكان ثمة مشرق واحد ومغرب واحد زمانا ومكانا لكل الأرض